اشتركوا في القناة وعرفنا في الحلقات القبل كده ان احنا اللي كان متابع معنا طبعا ان احنا في بعض الاساسيات بلاقيها في كل منتج معي لاني بتجيني مادة التخطيط عبارة عن مؤيسة بيجيب لي منتج معين وبيبدأ يتعامل معايا حسب المكونات اللي هو موجودة داخل هذا المنتج وبيبدأ يقول لي ابدأ اشرحها لي بالتفصيل عن طريق ان انا بحل البنود المختلفة اللي موجودة عندي في هذا المنتج وبيبدأ ان انا بتعامل مع هذا المنتج عن طريق حاجتين مهمين ياما يكون هذا الجزء مثلا او البند دوت حجم او يكون مساحه فلو كان حجم بتعامل معايا على انه حجمه وبيجيب القانون اللي يخص الحجم بتاعي بتاع البند بتاعي وبيبدأ ان انا اتعامل مع هذا البند بتاعي وابدأ احله وابدأ اتعامل معه واذا كان مساحه بابدأ اجيب القانون اللي هو بيناسب المساحة بتاعتي او بيناسب الشكل بتاعي وابدأ ان انا ابدأ اشرح هذا القانون عن طريق ان انا بحل وابدأ اخش دو القانون ذات نفسه وابدأ افصص هذا القانون بحيث ان انا اشرح البيانات بتاعتي عن طريق حل هذه البندود بعد كده بجمع المساحات كلها مع بعضها وابدأ اجمع الحجوم مع بعضها وبحول المساحة الى حجم ولكن اه بطلب من حضراتكم ان حضراتكم تجمعوا مع بعض دلوقتي آلة وورقة عشان نبدأ نحاول نتغرب مع بعض كده لاني زي ما قلت ان احنا قربنا على الامتحان وطبعا انا عايز اجيب درجة كويسة اول حاجة ان فيه بنود لازم اعرفها لازم ان فيه بنود اساسية بتجيني في كل منتج يعني انا عشان اعمل اي منتج معدني يخص التخصص بتاعي فيه اشكال اساسية موجودة معايا في كل المنتجات ما باستغناش عنها يعني الجزء المجموع موجود معايا في كل المنتجات المواسير موجودة معايا في كل المنتجات دي الخامات اللي هي بتخش داخل التشكيل في انتاج هذا المنتج بتاعي فطبعا هو بيبدأ يعمل ايه معايا بيبدأ يقول لي مثلا مصورة او استوانة بشكل معين ويبدأ يقول لي حول هالي الى بعد كده وزن عن طريق ان انا اجيب الحجم او المساحة وبعد كده ان انا اتعامل معا اجيب وزن معين بس القصة كلها بتبدأ في ايه ان انا ممكن اعمل شكل معين للبند بتاعي يعني اما اجيب مساحة جانبية او اجيب مساحة كلية ده طبعا حسب ما هو بيقول لي في ايه داخل المؤيسة بتاعتي ممكن برضو اجيب مساحة صافية يعني يبقى فيه جزء معين يبقى انا هنا دلوقتي بغير شكل البند من ان الاخر عن طريق ان انا بطلب بعض الحاجات داخل هذه البنوت وبتبدأ حضرتك تتعامل مع هذا البند وبتبدأ حضرتك تشرح لي البنوت وخلي بالي ان بعض الاحيان ممكن يجيني في قلب المؤيسة بتاعتي يقول لي مثلا مقاس معين ويقول لي ان ده القطر بتاعي وممكن في بعض الاحيان تاني يقول لي ده بيديني مثلا النق بتاعتي او نص القطر فانا لازم اكون مركز انما المادة سهلة وبسيطة وهنتعامل النهاردة قبل ما نخش مرحلة المراجعات ان شاء الله هنتعامل النهاردة مع المؤيسة رقم 13 واول حاجة لازم اعرفها في مادة التخطيط ان انا بقرأ المؤيسة كويس جدا يعني لازم اقرأ من بداية الهد لحد النهاية واشوف هو طالب مني ايه وانا باخد من الهدود بتاعتي بعض البيانات اللي انا بستخدمها في حل ايه البنود بتاعتي او المؤيسة بتاعتي ونشوف مع بعض المؤيسة رقم 13 بتقول لي ايه اول حاجة عندي بيقول لي الرسم الموضح عبارة عن شمعدان من النحاس الاصفر كل ده موجود عندي في كل ممكن يصنع من الفضة ممكن يصنع مش فرقة معايا الخامة اللي فرقة معايا انه هو السمك المعدن المصنوع منه 8 من 10 سنتي 8 من 10 سنتي وكسفته 8 و 1 جرام لكل سنتي متر مكعب يبقى انا خدت من هنا السمك وخدت من هنا برضه الكسافة لازم اركز فيهم كويس جدا لان انا هحتاجهم بعد كده جرام لكل سنتي متر مكعب ومطلي بالذهب علما بقى ان 8 كيلو النحاس 58 جنيه بالسوق المحلي طبعا ممكن يكون في السوق المحلي حاليا اغلى من كده انا بتعامل مع اللي هو البيانات اللي ادهاني داخل التمرين بتاعي او المؤسسة بتاعتي بعد ما بقرأ الهد بتاعي ده هو تلازم ابص على شكل الايه المؤسسة بتاعتي اللي موجودة عندي او شكل التمرين بتاعي المنتج عشان ابدأ ان انا هتخيل الشكل عامل ازاي لانه هيبدأ مع حضراتكم ياخد جزء جزء من اللي موجود هنا في قلب المنتج ويبدأ يشرحه ويبدأ يقول لك اه هاتلي من خلال هذه البنود المساحات او الحجوم المختلفة بعد كده بيقول لي ايه بيطلب مني خلي بالي ان فيه مطلوب لازم اقرأه برضو المطلوب بتاعي اه اول حاجة عندي لازم اجيب جدول حصر الخامات اللي هو بيخص المساحات والحجوم يبقى فيه جدول عندي بعد ما خلص البنود بتاعتي ابدأ اجمع فيه كل المساحات اللي موجودة عندي واجمع فيه كل الحجوم اللي موجودة عندي وابدأ اجمع المساحات واجمع الحجوم وطلع عندي المساحات لوحدها والحجوم لوحدها بعد كده بنتقل الى مرحلة تانية ان انا بحول المساحات دي الى حجوم وبيبقى المؤيسة كلها حجم واحد وبيبقى الحجم الكل داخل المؤيسة عشان من خلال الحج بابدأ اجيب الوزن تاني مطلوب بيقول لي ايه ثمن الخام حسب السوق المذكور اللازم لتنفيذ خمس وسائل هنا طالب مني خلي بالك ان انت لما هتيجي تتعامل مع المؤيسة بتاعتك ان انت هتنتج خمس منتجات يعني هتشتري خمس خمس خمات بالنسبة لانتاج هذا المنتج يبقى بعد كده ثمن الطلع لعدد خمس شمعدانات يبقى هنا فيه خمس منتجات هتشتري خمات لخمس منتجات وهتعمل طلع لهذه المنتجات يعني فيه ثمن طلع لازم تضيفه عندك طيب بعد كده ابدأ ان انا اتعامل مع المؤيسة بس لازم اجيب اجور العمال والمصنعية تمام طبعا انا مش معقولة ان انا اجيب عمال واحسبها او اتحمل العمال دي على النفقة الشخصية لا يا لأ ده انا هبدأ ان انا ايه اضيفها على ثمن المنتج بتاعي عشان ابدأ ان انا احسب كل المصرفات اللي داخلها داخل هذا ايه المنتج او هذا العمل يعني من خلال وجود مصنعية معينة عدد عمال معينة تمام واشتغلوا كام يوم واجر العامل ده ادي ايه لازم ده كله يتحسب في عندي مصاريف نسرية انا ما بتتحسبش او تسكرش عندي داخل اتمام العمل يعني اضاءة اه وسائل مقل للخمات وسائل اه اه احتاجت اي حاجة داخل ال اتمام العمل فطبعا ده ما بتسكرش ولكن بيديني نسبة معينة لازم احسب هذه النسبة لازم احسب برضه عندي فيه ارباح معينة كل دي اضافات لازم اضيفها عندي بعد ما بخلص خالص المؤيسة بتاعتي انا عايز اعمل هامش ربح قد ايه يبقى المصنعية المصروفات هامش الربح بتاعي كل ده عشان اقدر اطلع ثمن المنتج الواحد واضربه في العدد المنتجات بتاعتي يديني ايه اجمال السعر اللي انا هتعمل به يبقى بعد كده نبص مع بعض ونشوف ان جور العمال والمصنعية اذا كان يتطلب او اذا كان تنفيذ الوسائل يتطلب عدد اتنين عمال لمدة يوم ونص لمدة ايه يوم ونص نظير اجر الاجر يومي لكل عامل بواقع خمسة واربعين جنيه يبقى انا عندي هنا في عدد من العمال كان اتنين وهيشتغلوا يوم ونص وكان الاجر اليومي بالنسبة للعامل الواحد كان خمسة واربعين جنيه في اليوم الواحد تمام بعد كده المصاريف النسرية اللي هي قلنا عليها اللي هي عبارة عن نسبة معينة بالدهاني عبارة عن عشرين في المية من ثمن الخام اللي هو للايه لانتاج الوسائل بتاعتي يعني انا عندي في نسبة هو بيحطها لي المصاريف دي انا ما بقعدش اقعد اه اسجل المصروفات لا ده هو بيقل لي نسبة معينة وببدأ ان انا اضفها على كل الايه السمن اللي موجود عندي بعد كده بيقول لي حساب العمر الافتراضي للالات بواقع ستة في المية من ثمن الخام يعني انا برضو هستخدم في الانتاج بتاعي مجموعة من الالات والايه والمعدات طبعا هو برضو بيحطي لي نسبة معينة بيبدأ ان انا اتعامل مع هذه النسبة عشان اقدر اجيب الايه اجمالي السعر اللي انا هبيع به وابدأ بعد كده اوجد سعر البيع النهائي باضافة 25% نظير الارباح يبقى هنا عايز اضيف برضو هامش الربح يبقى هنا زي ما احنا شايفين المصنعية وبعد كده المصريف النسرية وبعد كده العمر الافتراضي للالات واضافة الارباح بتاعتي كل ده لازم اضيفه مع التمن اللي انا هطلعه في نهاية المؤيسة بتاعتي وبعد كده ابدأ اشوف المواصفات بتاعتي امسك باندي باندي بقى ولازم اعمل ايه في البنود بتاعتي اقراها كويس جدا وابدأ اننا اشوف كل جزء شكله ايه كان شكله ايه في المؤيسة وتخيله بعد كده هو الشكل ده عبر عن ايه ويا ترى هو طالب مني حجم ولا مساح يبقى ده اول باند اهو موجود عندي اهو يبقى حجم ولا مساح ويا ترى هو طالب مني مساحة جانبية ولا مساحة كلية ويا ترى فيه مساحة كلية ولا مساحة صفية يبقى لازم اركز اثناء حل البند في كل ايه الحاجات دي بتدور في دماغي في وقت حل البند يبقى اول حاجة اقرا البند كويس جدا اعرف منين انه هو حجم ولا مساحة زي ما قلنا في الحلقات السابقة وبقرر تاني ايهوك عشان الناس تبقى ايه اه عارفة ازاي بتتعامل مع الحل اعرف عن طريق لو جيه قال لي ان هذا البند مثلا مشكل من استوانة مصبطة يبقى في هذه الحالة يتبع ايه صيغة ايه الحجم يبقى انا لازم اخش على قانون الحجم بتاعي وابدأ اجيب القانون وابدأ اشرحه طب لو ما قال ليش مصمط لو ما قال ليش مشكل بوسط السباكة يبقى هذا البند مفرغ يبقى في الحالة دي اجيب قانون المساحة وابدأ احطه وتعامل معاه طيب اسأل نفس السؤال المهم برضو يا ترى المساحة دي مساحة جانبية فقط ولا مساحة كلية ولا مساحة صافية لازم كل دوت وهنتعامل مع البند ونشوف احنا هنحل ازاي عشان ان شاء الله نجمع درجات كويسة يبقى هنا بيت الشمعة عبارة عن جزء من استوانة كترها جزء من استوانة كترها ثلاثة ونص سنتي وارتفاع واحد ونص سنتي يبقى هنا ما قاليش ان هذه الاستوانة مسمطة يبقى هنا دي الاستوانة ايه مفرغة طب قال لي هل ليها قاعدة عليا هل ليها قاعدة سفلة لا يبقى هنا على طول هي مساحة جانبية للاستوانة المفرغة تمام وابدى ابص على شكل الاستوانة عندي عشان اتخيل القواعد بتاعتها ايه لاني قانون المساحة الجانبية للاستوانة عبارة عن محيط القاعدة في الارتفاع القاعدة عندي هنا عبارة عن ايه الدايرة يبقى لازم اكون ملم بقانون محيط الدايرة تمام يبقى انا هنا دلوقتي لو تغير الشكل بتاع القاعدة دوت مثلا كان مربع مثلا على سبيل المثال قال لي اني مصورة مقطعها مربع يبقى في الحالة دي محيط القاعدة في الارتفاع القاعدة هتبقى ايه هنا عبارة عن مربع يبقى انا هجيب محيط المربع يبقى اذا يتغير الشكل حسب ما هو بيقول لي هو قال لي استوانة وسيكت يبقى هنا المقطع بتاعي على طول بعرف انه هو دايرة عفوا يبقى محيط القاعدة طيب قاف بكام كان تلاتة ونص وارتفاعها كان واحد ونص بطلع ناتج هذا الضرب بيديني ستاشر ونص سنتيمتر مربع ودي بتبقى مساحة وبحطها وبعد ما خلص خالص في الجدول تحت المساحات يبقى انا ممكن يا مصطر يتغير شكل المقطع بتاعي او القاعدة بتاعتي خلي بالنا عشان احنا قربنا من الامتحانات يا جماعة بذكركم تاني او مقطع الاستوانة ممكن يبقى مستطيل ممكن ممكن يبقى مقطع بتاعي المصورة بتاعتي عبارة عن شكل السوداسي او طيب القانون بيقول لي محيط القاعدة في الارتفاع هنا بقى بيتغير البند حسب اللي هو بيجيبهولي القاعدة عبارة عن ايه ادور على القاعدة اللي موجودة عندي شكلها ايه لو كانت دايرة يبقى محيط دايرة لو كانت المقطع بتاعي اه مربع يبقى محيط مربع ضد فاربع طيب لو كانت مسدس مثلا عسابين المثال يبقى محيط المسدس المقطع بتاعي مسدس يبقى القاعدة بتاعتي عبارة عن محيط المسدس محيط المسدس ضد في ستة برجع معاكم القوانين برجع معاكم القوانين تاني عشان اللي فيته حاجة يبدأ يجمح. يبقى انا لازم اعرف الشكل بتاعي واعرف القاعدة بتاعتي. يبقى هنا انا مطالب اكون ملم بمادة الرسم الفني والرسم الهندسي عشان اعرف المسقط الافكي بتاع الشكل ده عبارة عن ايه. ونبدأ نشوف بند اخر هيقول لي ايه فيه. تمام. يبقى البند التاني بيقول لي طبق الشمعة وهو جزء من مجموع جزء مجموع. جزء مجموع باكد عليها تاني اهو. الاجزاء المجموعة كلها جماعة خلي بالنا عبارة عن مساحة. من كرس دائري. كطره الداني الكطر على طول. اه اربعة واثنين اه من عشرة سنتي محلب زخارف ربوسيه. عددها اتناشر الجزء ربوسيه. وابدأ ابص على شكل الجزء المجموع اللي هو جاي من كرس معدني. ما ادنيش اي حاجة تانية. خلي بالي من حاجة مهمة اوي. ان الاجزاء المجموعة لا تخلو اي مؤيسة اني لازم يجيب لي جزء مجموع. ولكن في عندي حالات مختلفة في الاجزاء المجموع. برضو عشان نبقى عارفين. ان في عندي جزء مجموع يديني الكطر على طول مباشرة او النق. وابدأ اقول ان ده عبارة عن مساح الدير. طه نق تربيع. وممكن يديني ان ليه عمك معين. ويديني فواها ويديني قاعدة. يبقى هنا دي القالب البسيط. شكلت الجزء المجموع على القالب البسيط. اصبح ليه فواها وقاعدة وعمك. وممكن يديني فواها وعمك وبلا قاعدة. طبعا الحالات دي لازم حضرتك تبقى عارف ازاي بتتعامل معها. وممكن يجيب لي جزء مجموع مشكل بطريقة القالب المركب اللي هو بالقالب المركب اللي هو عبارة عن مجموعة من الفصوص. تمام? بيبقى في اكبر انبعاج عندي في الجسم عندي. تمام? يبقى عندي كام حالة? كزا حالة. وفي حالات تانية. ولكن انا لازم اركز هو جاب لاني حالة. انا كل المشكلة عندي ان هو اصلا الاجزاء المجموعة مصنوعة من دايرة. مصنوعة من ايه? من دايرة. مساحة الدايرة عبارة عن طه نق تربية. يبقى انا كل المشكلة عندي بدور على النق دي. ممكن في بعض الاحيان يديني زي البند اللي احنا اخدينه دلوقتي. يديني القطر. يبقى النق عبارة عن القطر على اتنين. بقسم على اتنين بجيب النق. تمام? وممكن يديني النق. وممكن يديني الحالة اه حالة القالب البسيط او حالة القالب المركب او حالة القالب البلا قاعدة. يبقى انا لازم ادور بعد كده ازاي اجيب النص القطر بتاعي. يبقى نرجع تاني عشان برضو نبقى ملكزين مع بعض. يبقى مساحة الجزء اي جزء مجموع. طه نق تربيع. طه نق تربيع. مساحة الدايرة. طيب هنا نرجع تاني ونشوف. يبقى القانون بتاعي عبارة عن. عبارة عن ايه? مساحة الكورس. بيساوي الطه نق تربيع. طه بكم? باتنين وعشرين على سبع. النق واحد وعشرين على عشرة. ليه كان اتنين واحد من عشرة? تمام? وتربيع ببدأ ان انا اقرر مرتين يبقى واحد وعشرين على عشرة. بطلع الناتج بتاعي بيديني المساحة. يبقى هنا في الحالة دي انا اتعاملت مع النق مباشرة. ما 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 ادنيش فواها ولا قاعدة. ودخلت على نظريت فيساوي ولا اي حاجة. الداني البند دي سهل جدا وبسيط. بدأ بعد كده بشوف البند اللي بعد كده جزء اه مشكل باسلوب الخرط. اول ما بسمع كلمة اسلوب الخرط بعرف ان هو مصمت. شكل ايه? مصمت. ولكن لازم اعرف الشكل ده عبارة عن ايه? من مخروط ناقص مصمت. اكدها لي كمان اهو. يبقى انا اول سؤال قبل ما ارى المقاسات بتاعتي. يا ترى البند ده حجم ولا مساحة? حجم طبعا لان انا قلت لكم ان كلمة مصمت طالما جات في البند. يبقى هنا هذا البند عبارة عن حجم. حجم المخروط ناقص مصمت. ترى هو مخروط كامل ولا مخروط ناقص? مخروط ناقص. كل الاسئلة دي لازم تدور في دماغك على طول اول ما تقرى البند. طيب ايه هو المخروط كامل ولا ناقص? لا ناقص. ومصمت. طول قطري قاعدتان. عندي قاعدتين في المخروط واحد سنتي وتلاتة سنتي. وارتفاعه واحد سنتي. خلي بالي اقوم باصس على شكل المخروط. القاعدة بتاعتها عبارة عن ايه? دايرة. تمام? ادي دايرة اه كبرى ودايرة صغرى. وابدأ بعد كده ابص على الحل التاقي. المخروط دوت مخروط ناقص مصمت. اقوم جاي بقانون الحجم لاني طالما قال لي مصمت. اقوم جاي بقانون الحجم وكاتبه. طلت طاع عين. افتح قوس. ناق واحد تربيع. يعني ناق الدائرة الاولى. زائد ناق اتنين تربيع. يعني ناق الدائرة التانية. نص قطر الدائرة التانية. تربيع. زائد ناق واحد في ناق اتنين. ابدأ ان انا اعود تلت بتنزل زي ما هي. طاب اتنين وعشرين على سبع. الارتفاع كان عندي واحد. افتح قوس. ناق الاولانية كانت واحد ونص تربيع. خلي بالي من التربيع ما انسهاش. زائد ناق اتنين تربيع. زائد ناق واحد في ناق اتنين. ابدأ اعود كل ده وخلص الاقواس الاول. وابدأ اطلع الناتج هطلع لي تلاتة ربعمية واربعة من الف سنتيمتر مكعب. خلي بالي ان هي مكعب. تمام? بعد كده هبدأ اخدها عندي بعد ما خلص خالص كل البنود. وحطها في الجدول في الخانة بتاعة الحجوم. يبقى انا هنا عملت ايه? تاني برضا. خلي بالي. سألتي نفسي السؤال المهم الاول. يا ترى الشكل اللي جايني ده مصمت ولا مفرغ? مصمت. يبقى حجم. طب يا ترى. هو مخروط اه خلي بالنا ان المخروط ممكن يبقى ليه قاعدة واحدة. لو مخروط كامل. لو مخروط ايه? كامل. القانون هيختلف. طيب هو ليه قاعدتين. تمام? يعني مخروط ناقص. اهم جاي بالقانون بتاعي اللي يخص هذا البند. وابدأ اعوض فيه. طلعت الناتج مظبوط. طالما مصمت يبقى سنتيمتر مكعب. طب لو مفرغ ومساحة يبقى سنتيمتر مربع. يبقى هنا لازم الحاجات دي اكد عليها عشان نبدأ نطلع الناتج مظبوط. بعد كده انتقل الى البند اللي بعد كده. عبارة عن مصورة كترها. مصورة. كترها. واحد سنتي وارتفاعها واحد سنتي. خلاص عادية جدا ما قال ليش حاجة تانية. لو زود عليها حاجة تانية. ابدأ ان انا اعرف ان الشكل ده بيبقى عبارة عن ايه? والمقطع عبارة عن ايه? طب بصينا على الشكل اهو. ادي المقطع بتاعه عبارة عن دايرة. المقطع عبارة عن ايه? دايرة. يبقى هنا ده حجم ولا مساحة اول سؤال اهو. بعيد وتاني اهو. يا ترى حجم قال لي مصمت? لا. يبقى دي مساحة. على طول. طيب مساحة اللي استوانة محيط القاعدة في الارتفاع. محيط القاعدة يعني محيط دايرة. ادي القاعدة عبارة عن دايرة. يبقى ابدأ ان انا اكتب القانون بتاعي يجيب لي الايه? الحل مزبوط. يبقى المساحة الجانبية مساحة استوانة. المساحة الجانبية للستوانة عبارة عن ايه? القانون الاساسي بتاع الهد الكبير? محيط القاعدة في الارتفاع. محيط القاعدة عبارة عن محيط دايرة. محيط الدايرة بيسوي ايه? طاقاف. تمام? يبقى عندي كزا مرة. وبيبدأ يجيب لي كل البيانات تاني من القرارة. ما انا هشكل اي منتج معدني من ايه? يقيمة من استوانة. يقيمة من جزء مجموع. يقيمة من جزء هرم. يقيمة من منشور. الاجزاء الهندسية اللي احنا خدناها في اول السنة خالص. وانتدينا ان احنا نشرح القوانين عليها. تمام? خلي بالي برضو ممكن يجيني بقى يقولي ان الاستوانة دي مسمطة. تمام? يبقى هنا اصبح ان القاعدة عبارة عن دايرة. تمام? بس هنا مساحة القاعدة في الارتفاع. يبقى القانوني تغير. مساحة القاعدة هتبقى مساحة دايرة. طب ممكن يجي برضو يقولي ايه? ان بها صقب نافذ. يبقى هذا الصقب لما بتيجي تنزل البنطة وتعمل الصقب بتاعي بتعمله دائري. يبقى الصقب عبارة عن صقب ايه? دائري. يبقى انا تشال منه جزء معين عبارة عن حجم الايه? الاستوانة المفرغة اللي انا فرغتها داخل الايه? الاستوانة الكبيرة. تمام? طب لو انا برضو عندي مخروط مسمط. مخروط مسمط على سبيل المثال مسلا. وعملتي بيه صقب نافذ. يبقى حجم المخروط ناقص حجم الايه الاستوانة المفرغة اللي انا فرغتها منه. جزء المفرغ من اه التشكيل بتاع البنطة بتاعي. يبقى انا لازم الشكل الاساسي بتاعي اعرفه ايه هو بالزبط. ويا ترى انت عملت الصقب دوت. صقب استواني ولا غير? ممكن اغير في الشكل الايه? الصقب ده. خلي بالي. يبقى هنا بس المعتاد ان الصقب الاستواني لان البنطة لما بيجي اعمل عملية صقب بتنزل في حركة دائرية. يبقى هتفرغ ايه? هتعمل لي تفريغ استواني الشكل. استواني الشكل. يبقى الحجم اللي هشيله حجم استوانة. حجم ايه? استوانة. زي ما احنا هنشوف في الايه? في البند اللي جايه دلوقتي. عبارة عن نص كرة قطرها. هنا بقى نص كرة مسمطة. مش استوانة بقى نص كرة. انا قلت ممكن يفرغ لي من استوانة. ممكن يفرغ من مخروط. ممكن يفرغ من نص كرة. تمام? نص كرة. يبقى الشكل الاساسي عبارة عن نص كرة. كطرها كام? واحد ونص سنتي. مفرغ بقى صقب نافذ. خلي بالي الصقب نافذ يعني عمل ايه? تفريغ استواني. وابدأ ان انا ابص على شكل النص الكرة في المسكة الرأسي عنده. وابتديت ان انا اتخيل ان المقطع بتاع نص الكرة بتاعي عبارة عن ايه? عن دايرة طبعا. تمام? حلو اوي. ولكن هنا ابتدى ان هو يعمل لي صقب هنا ينزل ولكن هذا الصقب نافذ لحد الاخر تحت عندي. تمام? يبقى دي نص الكرة وابتدى ان هو يفرغ فيها الشكل الاستواني ده. يبقى القانون العام بتاعي عبارة عن ايه? حجم نص كرة. ولكن ناقص حجم الصقب بتاعي. اللي هو الصقب الايه? الاستواني النافس بتاعي ده. يبقى هنا القانون الاساسي بتاعي حجم نص كرة. تمام? يبقى حجم هنا نص كرة مصمطة مفرغ بها صقب. يبقى حجم نص الكرة اولا تلاتة على اربعة طه نق تكعيب. ده قانون ايه? القرى. قانون القرى اربعة القرى المصمطة. قانون القرى المصمطة. اربعة على تلاتة طه نق تكعيب. في نص لان هنا قال لي نص كرة. ابتدى ان هو يجيب الحجم التاعي. اربعة على تلاتة نزلت زي ما هي. طه بكام? باتنين وعشرين على سبعة. النق تكعيب. يعني خمستاشر على العشرين في خمستاشر على العشرين. في خمستاشر على عشرين. في نص عشان هنا ما عنديش كرة كاملة. لا ده انا عندي نص كرة كاملة. نص كرة. تمام? ما عنديش كرة كاملة. يبقى هنا ده طلع حجم نص الكرة. بعد كده هيعمل ايه? هيجيب لي حجم التفريغ اللي هو كان موجود عندي. مش انا عملت اه تفريغ نافذ او صقب نافذ. عبارة عن حجم استوانة. حجم ايه? استوانة. طب حجم الاستوانة خدنا قبل كده كان عبارة عن ايه? مساحة القاعدة في الارتفاع. طب مساحة القاعدة عبارة عن مساحة دايرة. مساحة ايه? دايرة. طه مك تربيع. في الارتفاع. طه بكام? باتنين وعشرين على سبعة. النق تربيع. يعني انا بضربها مرتين. في الارتفاع بتاعي بيدين اتنين اه متين اربعة وتسعين من الف سنتيمتر مكعب. طب انا طلعت حجم نص الكرة تمنمية اربعة وتمانين من الف. ناقص. المتين اربعة وتسعين اللي هي طلعت حجم التفريغ اللي موجود عندي بيديني تسعة وخمسين من مية سنتيمتر مكعب. وكده انا اكون طلعت البند بتاعي. يبقى حسب الشكل اللي موجود العام بتاعي ممكن تكون استوانة وعمل بها سوق بنفس. ممكن يكون نص كرة وعمل بها سوق. ممكن يكون كرة كاملة وعمل بها سوق بنفس. تمام? يبقى هنا في الحالة دي انا بجيب الحجم العام الاساسي بتاعي. وببدأ ان انا اتعامل معاه. وببدأ بعد كده اجيب الحجم الصوفي بتاعي وبترحهم من بعض. اللي هو عن طريق الحجم اللي استوانة اللي انا فرقتها. او السوق ببتاعي. وببدأ اطلع الناتج بتاعي. بعد كده بيقول لي جزء مجموع على المخرطة. جزء مجموع. يبقى هنا ايه يا مصطر? حجم هو اللي مساحة على طول مساحة. جزء مجموع. بس اشوف انهي حالة من الحالات الجزء المجموع. لان زي ما انا قلت في اول الحلقة ان الجزء المجموع ليه حالات كتير قوي. تمام? يبقى هنا جزء مجموع على المخرطة. طيب حجم ولا مساحة? مساحة. مساحة الجزء المجموع طه نقي تربيع. ليه طه نقي تربيع? لان مساحة دايرة. لان اساس الجزء المجموع بيجي من دايرة. بشكل الجزء المجموع منين من دايرة تمام من كرسي معدني كطره اتنين واربعة من عشرة صنطي وبصيت على الشكل الدايرة التاعتين تخيلت ان الشكل زي الشكل اللي قدامي تمام يبقى هنا هلا هو مديني كطره ولا مديني نق يبقى لازم برضه كل الاسئلة دي اسألها لنفسي بعد كده بكتب القانون عادي جدا مساعة الكرسي المجموع طه نق تربيه ابدأ اعوض معاي طب كام باثنين وعشرين على سبعة النق كام كانت بواحد واثنين من عشرة يعني اتناشر على عشرة تربية يعني اتناشر على عشرة طلع الناتج بتاعك على الالة يبقى اربعة اتنين وخمسين من مية سنتيمتر مربع يبقى دي حالة من ضمن الحالات اللي موجودة عندي في الاجزاء المجموعة يبقى هنا اداني مباشرة القطر بتاعي ابدأ اجيب الكطر بتاعي وابدأ احطه في القانون الجزء المجموع عامة بيجي من ايه من مساحة دايرة مساحة دايرة طه نق تربيه طه نق تربيه طب هو اداني الكطر ولا اداني نص الكطر اداني الكطر يبقى انا لازم اجيب النص الكطر بتاعي وابدأ ايه طه وعوض في المسألة بتاعتي طه اتنين وعشرين على سبع نق تربيه يعني اضرب النص الكطر مرتين تمام بطلع الناتج بتاعي وابدأ بعد كده هو بالسنتيمتر مكعب لما خلص المؤيسة خالص اخده وحطه في الجدول تحت المساحات تمام بعد كده ابدأ اشوف البند اللي بعد كده بيقول لي ايه البند اللي بعد كده مخروط ناقص قطري قاعدتان مخروط ناقص يبقى هنا عندي المخروط مخروط ماله ناقص قطري قاعدتان واحد واثنين واحد واثنين سنتيم طول الراسم خمسة سنتيم نقف شوية مع المخروط الناقص دوت ليه لان خلي بالي ان المخروط دوت اولا اول سؤال بسأل نفسي عليه هو حجمه ولا مساح طيب يا ترى هو حجمه ولا مساح بعرف مينين يا يا مستر بعرف هل هو قال لي مخروط ناقص مصمت زي البند اللي فات كده ولا ما قليش ما قليش تمام يبقى ده مساحة مساحة المخروط الناقص بتسيار طه اللي هي طه في القاعدة المتوسطة في الراسم تمام القاعدة محيط القاعدة المتوسطة في الراسم اللي هو طه قاف واحد زائد قاف اثنين على اثنين حلو قوي طب هو هنا الداني يا ترى الراسم ولا الداني الارتفاع الداني الراسم يبقى هنا سهل للموضوع طب لو جاب لي ديت وقال لي ان هنا ارتفاعه خمسة سنتيم على سبيل المثال مثلا يبقى هنا في الحالة دي حضرتك لازم تجيب الراسم طب انا هجيب الراسم ازاي مسطر عن طريق قانون الراسم اه قانون الراسم بيساوي الجذر التربيعي لعين تربيع اللي هو مربع الارتفاع زائد مربع نص الفرق بين القاعدتين انا عندي قاعدتين عبارة عن ايه قاعدة كبرى وقاعدة صغرى دايرة كبيرة ودايرة صغيرة يبقى مربع الارتفاع كل ده تحت الجذر تمام بجيب الارتفاع اللي هو الدهوني اصلا واجيب واقوم مربعه تربية. زي اتمربع نص الفرق بين القاعدتين. القاعدتين دولت اقوم طريحهم من بعد. واجيب نصهم وابدأ ارباحهم. تمام? كل ده تحت الجزر بعد كده بطلع من تحت الجزر يبقى بوصل للراسم. لان القانون الاساسي عندي بيقول ايه? المحيط المتوسط في الراسم. محيط القاعدة الكبرى زي محيط القاعدة الصغرى في الراسم عندي اللي ايه الرهن. طيب محيط القاعدة الكبرى محيط دايرة. محيط القاعدة الصغرى محيط دايرة. يبقى محيط الدايرة الكبرى زائد محيط الدايرة الصغرى على الاتنين. طيب محيط الدايرة قانونها ايه? تهقف. يبقى هنا لازم اكون ملم بالشكل بتاعي. يطرى هو مصمت ولا مفرق? يطرى لو مفرق الداني مساحة جانبية ولا لمساحة كلية? يطرى الداني العمودي ولا الداني الراسم بتاعي? يبقى هنا لازم كل الاسئلة دي اسألة. ونبص على الشكل تاني هنلاقي ان القاعدة الكبرى عبارة عن دايرة. والقاعدة الصغرى عبارة عن دايرة. يبقى ارجع اجيب القانون بتاعي عشان ادى اعوض فيه. يبقى المساحة الجانبية عبارة عن ايه? المحيط المتوسط في الراسم. المحيط متوسط? محيط القاعدة الاولى. زائد محيط القاعدة التانية. طب محيط القاعدة عبارة عن طاقف خطها عامل مشترك. يبقى طاقف واحد. زائد قاف اتنين على الاتنين عشان يجيب القاعدة المتوسطة ما بينهم. في الراسم. هو الداني الراسم يبقى عوض به مباشرة. يبقى المساحة الجانبية. طابة كام? اتنين وعشرين على سبعة. قاف واحد اتنين. قاف اتنين بواحد. على الاتنين عشان يجيب الايه? القاعدة المتوسطة ما بينهم. تمام? في الراسم اللي هو عبارة عن خمسة طلعت تلاتة وعشرين سبعة وخمسين من مية سنتي. متر مربع. ودي هحطاه في النهاية خالص في المساحات. طب يا ترى هو الداني مساحة جانبية فقط? ولا مساحة كلية? لازم اقرر السؤال ده في زهني عشان ما احشي وانا اغلط في بنده واكون انا مزاكره كويس واغلط فيه. تمام? بعد كده ابدأ اخش على البند اللي بعده. عبارة عن اتنين حلقة مصنوعة من سلك. خلي بالنا من حاجة مهمة اول. عفوا. ان جميع الحلقات مصنوعة من اسلاك. الحلقة دي مصنوعة من ايه? من سلك. تمام? خلي بالنا ان جميع الاسلاك مساحة المقطع في المحيط المتوسط. يبقى باشوف المقطع بتاع الحلقة بتاعتي او السلك المصنوع منه الحلقة عبارة عن ايه? ممكن يكون نص دايرة. ممكن يكون المقطع بتاعي عبارة عن مسدس. ممكن يكون المقطع بتاعي عبارة عن مربع. ممكن يكون دايرة. يبقى حسب المقطع واشوف المحيط المتوسط بتاعي. طب يا طرى هو طالب مني حلقة واحدة ولا اكتر من حلقة. يبقى لازم اعرف العدد اللي هو من دهوني. لان في بعض الاحيان اطلع الناتج بتاعي وما اضربش في العدد اللي هو الدهوني. يبقى انا ما طلعتش البند مظبوط وبقى نقص درجات. يبقى انا عشان ما نقصي لازم اراكز في كراءة البند كويس جدا. يبقى عبارة اتنين حلقة. مصنوعة من سلك. بيأكدها لي اهو. عدد كان اتنين حلقة. مصنوعة من ايه? من سلك. المقطع بتاح ماله مربع. المقطع بتاح ايه? مربع. طيب طول دلعه كان اتنين من عشرة سنتي. يبقى انا عرفت ان المقطع بتاعي مربع. يا مصر ممكن يتغير هذا المقطع? اه. ممكن يجيب لي نص دايرة. ممكن يجيب لي المقطع بتاعي دايرة. حسب ما هو يقول لي يبقى المقطع بتاعي عبارة عن ايه مربع مسبت حول القاعدة الصغرى للمخروط المخروط اني مخروط بقى المخروط الناقص في البند الصابق يبقى هنا لازم ارجع الاقرة تاني البند الصابق بيقول لي انزارهو خلي بالك ان انت عندك اتنين سلك ما لهم ملفوفين حول قاعدة الصغرى والقاعدة الصغرى في البند الصابق البند الصابق كان عبارة عن مخروط يبقى لازم اجيب البند الصابق البند الصابق ده اقرى كويس جدا واشوف لازم اقرى قطر القاعدة الكبرى كان كام وقطر القاعدة الصغرى كان كام ادي المخروط الايه الناقص قطرية قاعدتها واحد واثنين والراسم كان خمسة ده البند الصابق اللي احنا لسه حلينه وهنا ملفوف حوالين القاعدة الصغرى سلك وملفوف حوالين القاعدة الكبرى سلك يبقى انا لازم اجيب حجم السلك الملفوف حول القاعدتين بتوى تمام قرية البند التاعي الصابق كويس جدا نخطي منه البيانات تبدأ اتعامل في الايه في الحل التاعي يبقى حجم الحركة حجم الحركة بيساوي ايه المحيط المتوسط في مساحة المقطع مساحة المقطع كانت عبارة عن ايه مربع بتسوي ضد تربيع خلي بالنا من الحتة دي قوي يبقى المحيط المتوسط في مساحة المقطع والمقطع كان عندي عبارة عن ضد تربيع اللي هي المربع بتاعي المقطع كان مربع يبقى المحيط المتوسط للحلقة الكبرى يعني الايه الجزء الحلقة الكبرى طه افتح قوس نق واحد زائد نق اتنين جاب لي المحيط المتوسط ما بين ايه القاعدة الكبرى الاول وابتدى ان هو يبدأ يعمل ايه طه باثنين وعشرين على سبعة نق واحد بواحد واثنين من عشرة زائد نق اتنين بواحد تلعب بستة واحد وتسين بعد كده حجم الحلقة الكبرى ده عمل ايه بقى ضرب مساحة المقطع بتاعتي في المحيط المتوسط بتاعي المقطع بتاعي كان طول دلعو كان اتنين من عشرة ده التربيع في المحيط المتوسط بتاعي ستة واحد وتسعين تلعب حجم الحلقة الكبرى هدى بعد كده اخش على الحلقة الصغرى اجيب حجمها اجيب المحيط المتوسط بتاعه محيط المتوسط بتاع الحلقة الصغرى طه نق واحد زائد نك اتنين لان هو مرفوف على هيئة دايرة طه باثنين وعشرين على سبعة نك واحد سبعة من عشر زائد نك اتنين خمسة من عشر تلعت بتلاتة سبعة وسبعين سنتيمتر ده المحيط المتوسط بتاعي بعد كده اجيب الحجم بتاعي عن طريق ايه ان انا اضرب مساحة المقطع دي في المحيط المتوسط اللي انا طلعته تمام بعد كده ادى اشوف حجم الحلقة الصغرى كانت كان تلاتة وسبعة وسبعين من مية في مساحة المقطع اتنين اتنين من عشرة في اتنين من عشرة اللي هي ضاد تربيه يبقى جاب المحيط المتوسط وضربه في مساحة المقطع تلعت بواحد واحد من مية يبقى حجم عدد اتنين حلقة يبقى عبارة عن اتنين وستة وسبعين من الف زائد واحد ونص اه خمستاشر من مية اللي هي عبارة عن واحد اه من عشرة تمام تلعت باربعة ستة وعشرين من من الف سنتيمتر مكهمة يبقى انا كده عملتي ايه جبت مساحة كل حلقة لوحدها لان كل حلقة ملفوفة حوالين شكل معين يعني الحلقة الكبرى كانت ملفوفة حول القاعدة الكبرى للمخروض والحلقة الصغرى كانت ملفوفة للقاعدة الصغرى للمخروض جبت حجم الحلقة الكبرى وحجم الحلقة الصغرى وابتديت ان انا اعمل ايه اجمعهم مع بعض طيب حجم الحلقة بيساوي ايه المحيط المتوسط في مساحة المقطع المقطع عندي عبارة عن مربع يبقى ضد تربية دي سبتة معي يبقى المقطع عبارة عن ضد تربية وبعد كده بضربه في المحيط المتوسط بعد كده بيقول لي ايه عدد اتنين جزء مجموع عدد اتنين جزء مجموع على المخرطة دي حالة من ضمن الحالات الجزء المجموع اه قطر فوهته اتنين وستة من عشر الفوه وقطر القاعدة اتنين سنتي دي القاعدة وارتفاعه تمانية من عشرة اه سنتي يبقى الداني فوه وداني قاعدة وداني ارتفاعه يبقى لازم ابص على هذه الحالة كويس جدا وتخيل كده الشكل بتاعي عبارة عن ايه يبقى الشكل بتاعي بهذا الشكل يبقى الشكل ماله بهذا الشكل ادي الفوهة بتاعتي اللي هي موجودة عندي فوق دي وادي القاعدة اللي موجودة تحت دي تمام هو الداني الفوهة والقاعدة وداني ايه العمق بتاعي اللي هو بيمثل هذا الارتفاع ده العمق بتاعي هابدأ اعمل ايه في هذه الحالة اقوم جايب المساحة هذا الشكل عن طريق ايه طه نق تربية لاني زي ما قلت ان الجزء المجموع مشكل من الدايرة يبقى هنا هياخد قانون ايه الدايرة انا القصة كلها ان انا بدور على النق فين هنا النق بتسوي من بداية الخط اللي موجود عندي ده تمام زائد الخط اللي موجود في القاعدة ده نص القاعدة بتاعتي يبقى عندي ايه النق بتاعتي من هنا الجزء اللي موجود المال ده زائد القاعدة اللي هي موجودة عندي دي يبقى النق بتاعتي. طيب دي موجودة عندي هو مدهني اصلا. ودي مش موجودة عندي. انا بعمل ايه? بنزل من هنا لحد اللي هو هفوق عمود. تمام? وببدأ ان انا اقفل الشكل ده كده الى مسلس. ببدأ اقفل الشكل ده الى ايه? مسلس. تمام? اجيب الضلع المال ده ازاي? المسلس ده قائم الزاوية في الزاوية هنا. تمام? وابدأ ان انا اقول مربع الضلع ده اه 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 الدلع ده بيساوي مربع الدلع ده زائد مربع الدلع ده. تمام? يبقى هنا اعمل ايه? ابدأ ان انا اقفل الشكل واخده وابدأ اجيب ايه مساحة الجزء المجموعة عبارة عن طه نق تربيع. ده اساسي عندي. طيب النق بقى بتاعتي. النق اللازم بتاعتي. بتساوي ايه? نق القعدة. نق القعدة اللي هي نق واحد. زائد الجزر التربيعي. لنص الفرق بين القعدتين. بطرح القعدة اللي تحت من القعدة اللي فوق بيديني فرق ايه? الجزء الزغار بتاع المسلس بتاعي. تربيع بربعه طبعا. زائد مربع الارتفاع. اللي هو ايه? العمك بتاعي. ببدأ ان انا اقربعه. ببدأ هنا بطلع كيمة النق عن طريق ان انا ايه? بخلص عملية الدار بديت. ببدأ بعد كده اعوض فيها بتديني ايه? المساحة بتاعتي. يبقى ده النق بتاعتي نق القعدة اللي هي نص قطر القعدة. زائد تسعة من عشرة. اه تسعة من مية زائد اربعة وستين من مية. كده انا جبت النق بتاعتي. ابدأ بعد كده اعمل ايه? اجمع الناتج اللي هيطلع بتاعي مع القعدة بتاعتي. جمعتها. اطلع بقى المساحة بتاعتي الجزء المجموع. مساحة الجزء المجموع هو جزء ولا اتنين جزء? اتنين جزء. يعني خلي بالك ان انت هتضرب في اتنين. طه نق تربيع. النق طلعت بواحد خمسة وتمانين. واحد خمسة وتمانين من مية. يبقى مية خمسة وتمانين على مية. في مية خمسة وتمانين على مية. يبقى طه باتنين وعشرين على سبعة. في مية خمسة وتمانين على مية. في مية خمسة وتمانين على مية. في عدد اتنين جزء مجموع اللي هو عبارة عن اه اتنين. يبقى الناتج بتاعي واحد وعشرين وواحد وخمسين من مية سنتيمتر مربع. يبقى انا عملت ايه تاني عشان ناكد كده. لبقى احنا كده اخدنا حالتين في المؤسة دي. الحالة اللي هو جاد للكطر بتاعي واتديت ان انا اتعامل معاه مباشرة. خلاص مفيهوش مفيهوش ادنى مشكلة. انما اداني المرة دي فوها وايه وقعدة وعمق. فوها وقعدة وعمق. النق بتاعتي هي من اول جزء موجود عندي فوها. تمام? واخد كده معه نص القعدة. دي النق بتاعتي. علو اوي. طيب هو مديني نص القعدة. بس مش مديني الضلع المال اللي انا رسمته عندي في المؤسة ده. تمام? ببدأ اطبق نظريت فيسا هورس. نظريت فيسا هورس بتقول لي المربع المنشأ على وطر القائمة بيساوي مجموع المربعين المنشأين على الضلعين الاخرين. يبقى انا عشان اجيب الجزء اللي هو المال ده بيعتبر وطر في مسلس. يبقى بربع الضلعين التانين وبطلحهم بعد كده من تحت الجزء. بيديني الضلع المال. اجمعه على نص القعدة. اللي هو الجزء الصغير اللي تحت ده. تمام? اديني النق كلها مباشرة. بعد كده المساحة بتساوي ايه? طه نق تربيع. طه باتنين وعشرين على سبعة دي نسبة سبت. تمام? اتنين وعشرين على سبعة. نق تربيع. يبقى انا الجزء اللي انا طلع عندي بعد ما جمعته على القعدة بربعه مرتين واضربه فيه طه. طيب هو عندك كم جزء مجموع? اتنين ولا تلاتة ولا اربعة? حسب العدد اللي هو اده اقولك ابدأ اتعامل معاه واضرب في العدد عندي. هو اداني اتنين جزء مجموع. يبقى هاضرب في ايه? في اتنين. بعد كده نشوف اللي بندل بعد كده بيقول لي ايه? جزء مشكل من استوانة مصمطة. استوانة ايه? مصمطة. يبقى انا عندي هنا خلي بالي ان دي استوانة. بس الاستوانة دي ما لها? مصمطة. يعني حجم ولا مساحة? حجم. حجم الاستوانة مساحة القاعدة في الارتفاع. القاعدة عبارة عن ايه? عبارة عن دايرة. يبقى هنا لازم اتخيل الشكل بتاع الاستوانة بتاعتي. ادي شكل الاستوانة بتاعتي. والقاعدة بتاعتي في المسقطة كانت عبارة عن دايرة. تمام. يبقى مساحة القاعدة مساحة الدايرة بتاعتي. في الارتفاع بتاعي. يبقى هنا ادي قطرها واحد وتمانية من عشرة وارتفاعها تمانية من عشرة سنتي. بعد كده ببدأ ان انا اقول ايه? اجيب. اللي اعوض في القانون بتاعي طيب نق تربيع في عين. طيب اتنين وعشرين على سبعة. النق تربيع بتطلع اتنين وستة وتلاتين من مية سنتيمتر مقعة. يبقى انا هنا تعاملت مع هذه المؤيسة عن طريق ان انا جبت مساحة القاعة ده في الانتفاع. يبقى البنوت بتتغير ولكن اه الوقت جري بسرعة. وهنكمل المؤيسة في حلقة قادمة ان شاء الله واراكم على خير. وتمنى لكم النجاح والتوفيق. والسلام عليكم.